مئة مليون تكلفة انتاج الهكتار الواحد من مادة البطاطا بعدما كانت تقدر بخمسة وسبعين مليون تكلفة أتقلت كهيل الفلاحين في غياب آليات تسويق انتاجهم مع انهيار أسعار البطاطا الأمر الذي أثار تضمر واسع وسط الفلاحين والمنتجين انتاج الهكتار تعلب البطاطا أصبحت تكلفة كبيرة وهي تسعى حتى مليون دينار جزائري يعني 100 مليون في الهكتار وين كانوا الأسعار يعني انخفاض كبير في الأسعار صرت كما نقوله صرت لكمبان هذه المواسم هذه الأخرى وين كانوا الأسعار يعني منخفضة غياب المكنان الزراعية واعتماد الفلاح على الزراعة التقليدية هي عوامل ساهمت في تخوف مهني القطاعة اليوم ما زال البطاطا يخدم فيها الناس بالفلاة ويخدم فيها بالقدوم ويخدم فيها بالفاس ويخدم فيها كذا واليوم الفلاحة التقليدية ما صبحتش هي اللي تغذي البشر وما صبحتش هي اللي تعطي دفع الإنتاج الفلاحة لازم تكون فلاحة استراتيجية وعندها إمكانية كبيرة أما الفلاحة أنت عربها قطارات وخمس قطارات وهم متفاتنين عليها أو واقع عليها فيها مشكل هذه ممكن تشد الناس يعني ولكن ما تقدرش تغذيهم في وقت تعطي الحكومة أهمية كبيرة لقطاع الفلاحة من أجل الخروج من ضائرة التباعية للمحلقات يجد الفلاح نفسه وعلى الرغم من أنه الحلقة المهمة في هذه المعادلة يجد نفسه يتحمل أعباء ارتفاع تكلفة الإنتاج أمام انهيار أسعار مختلف المنتجات الفلاحية اشتركوا في القناة